بيتكلم معاها على ما يتعرض له الأهلي هذه الأيام من ضغط كبير جداً من لعيبة توصف بأنها ولاد النادي أو هم فعلاً ولاد النادي أو تربوا في النادي أو كانوا لعيبة من قطاع النشئين في النادي اتكلم شادي على حق الأهلي على كل الناس اللي بتلعب عنده مين اللي صاحب الفضل ومين اللي يجب أنه يتمسك بهذا الحق؟ نشوف كنت واحد من أهم كباتل النادي الأهلي وأيضاً كنت مزيع لك دور مهم في قناة النادي الأهلي الآن أنت خارج القناة ومع ذلك الكل بيقول أنه شادي بيدفع عن النادي الأهلي باستمات في الوقت اللي البعض بيتهم فيه بعض النجوم الأهلي القدامى أن هما هي الآلة اللي بيستخدمها البعض للهجوم على النادي الأهلي ماذا صحة هذا الكلام؟ واشرح لي موقفك يا أهلاً؟ أولاً في الأول وفي الآخر النادي الأهلي نادينا أنا بقول دايماً أنا كبتانك ده وأعوزه لها من كلمة أنا لما تروح تشتغل أي حاجة في النادي الأهلي وأنت صنع تاريخ كبير ده حقك طبيعي ولما الأهلي يطلبك في أي حاجة ده طبيعي جداً لخير الأهلي عليك ولما النادي الأهلي بيعوز منك حاجة حتى لو أنت ضد أفكار مجلس إدارة الندي نعم أيوة في الانتخابات ما كنت ضد ولكن بعد الانتخابات لازم تبقى أول حقق صد حتى لو أنا مش موجود الأهلي علمنا كده ودي أخلاقيات ومبادئ واحترام أمرها ما تبقى النفاق مش بتعمل كهش تروح تشتغل طبما مش شغال ولو الأهلي طلبني بكرة هروح نعم وإحنا وأنا بقول دايماً عشان محدش يزعل ما أتكلم عن نفسي أكسم بالله أنا راجل خدام من نادي الأهلي لأن أنا لكبت عربية محترمة من نادي الأهلي سكنت البيت كويس من نادي الأهلي ليه قيمة في المجتمع من نادي الأهلي حضرتك ونت بتقدمني وحدك بتروح أي مكان كلنا كده من اللي كبرنا في المجتمع من اللي ممشينا نتدلع وسط الناس أنا هقولك الأهلي توزف الفلوس توزف أي حاجة قصاد اللي أنت وأنت ماشي الشهادة بتاع الأهلي يا هو تمشي فخور فخور بالتاريخ اللي أنت عملت ده كله كلام كويس مش كلام كويس كلام من القلب ماشي لا أنا بقولك كلام كويس أنا يعني ما بكتنبكش العفو لكنه البعض الآن بيقولك أصله ده ما بيشتغلش في الأهلي وبالتالي بيهاجم النادي الأهلي والبعض حزين جدا نكاب شادي أنه بيعتبروا دول من نجوم ومن رموز النادي الأهلي ومن لعبة الهمة جدا في النادي الأهلي السؤال هل ده صحيح وهل لازم تكون بتشغل في النادي الأهلي عشان تدافع أو موقفك من النادي الأهلي بيتوقف أن أنت بتشغل أو بتشغلش في النادي الأهلي أنا عاملة زي حاجة أقول لك حضرتك أنا هتضحك عليه بالزبط أنا بشبهها كده تلعبني أحبك تقعدني أكره في البعض للأسف بيفكر كده أنا مدرش أزايد على حد بيحب الأهلي أكتر أو عايز يشتقه في البعض واضحة جدا بدليل اللي في النقاش بيطلع لك حاجات من الكواليس في كذا أنا عاوز كذا ده يا صح اختلف أقول لك الحاجة لو خبطت الباب ودخلت على مجلس دارة النادي اللي عايز أتكلم معك هيقول لك اطلع برا بكلمت هيقول لك ما تدخلش النادي مش الكلام ده خالص بداية أستاذ إبراهيم لازم أسجل احترامي لموقف الكابتن شادي الراجل فعلا خلاص الانتخابات هذا حق للجميع اختار الخندق اللي انت عايز تقف فيه ولكن تخلص انتخابات كل الخنادق مع الراجل اللي نجح دي طول عمره خندق المسئولية خندق المسئولية شادي عمل هذا الكلام فكابتن شادي عمل فأرجو ان يقبل مني هذه التحية اتنين يقبل يا شادي اه اه ربنا يعني خليه هو ده المفروض الحقيقة حولك حاجة سألوا الكابتن شوبر هو يعني يعني لازم تكون تشتغل في النادي الاهلي وإلا تهاجمه لازم تشتغل في النادي الاهلي عشان تدافع عنه الإجابة بقى من عندي أكمل هو طبعا قال لا وهو بيعمل كده ما هو مش مستقل يعني هو مش بيقول كلام ما بيعملوه حتيجي تقول ما انت عادلي انت أستاذ إبراهيم ما انت بتشتغل في قناة الاهلي لازم تقولوا كده طيب والله العظيم ثلاثة أنا لا يعني لا أشعر بالحرية إلا وأنا مستضاف وأنا مستضاف مثلا مع الكابتن أحمد مع الكابتن سيف مع الكابتن مع الأستاذ إبراهيم مع فاي مع كل مع كابتن متحد أشعر بالحرية أشعر أن أنا قدر أقول لان عايزه أنا هنا مقيد في إطار إن أنا قد أتهم دوابط يعني في دوابط آآ عليك فكابتن شادي لأ يحاية آآ على هذا الأمر بس أنا استوقفني حاجة ممكن هي لها علاقة مش برا الصياق بموقف ولاد النادي أو موقف الرؤية الانتمائية بلاش ولاد النادي الانتماء لمين أنا بسمع كلمة باستغرب لها جدا 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 بس أنا هتقف عليها لأنها تكررت على الثانة واحد بذكاء وفطنة وخبرة الكامتن شريف إكرام احتراف إن الاحتراف حلم أي حد احتراف اللي يطلع برا لازم يبقى حلم إنه يحترف برا يحترف 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 هي دي مربط الفرص في الكرة المصرية أن اللاعب مهما حصل على أموال لا يشعر أنها محترف ومش عايز يتفيد بضوابط الاحتراف طب أنت في النادي الأهلي أو في نادي الزمالك أو في نادي بيرامد ومتعاقد وكل عالك وعالك واجباتك لكن لا أنت لا تشعر أنك محترف ليه؟ لأن أجواء الالتزام والمسئولية وتحديد الصح والغلط والضوابط غير متوفرة فاللاعب في مصر مش حاسس أنه محترف فهي بتيجي عفوية بيجي أقول لك الاحتراف فالاحتراف آه يخلي الانتماء مخصوص بالسفر للخارج الاحتراف يخلي الانتماء يعني أنا لازم أركب الطيارة ها؟ في لعبة في مصر هنا بتاخد مبالغ لا يمكن تحصل عليها برا صحيح لكن مش حاسة أنها محترفة ولا حاسة أنها يجب أن تكون مسؤولة وعاليها الالتزام لا ده هي مقضيعة أن دي سلمة أو مرحلة هذه خطورة وأنا بنبه تاني وتالث ورابعا مسؤولين عن الكرة مصرية حطوا بقى الكلام اللي قلناه الضوابط دي خلوا اللاعب يحس أنه محترف اللاعب اللي يمضي لوكيل واثنين ليه؟ ما بيتحسبش زي برا اللاعب اللي يمضي في نادي واثنين ليه؟ لأنه ما بيتحسبش زي برا اللي بيصهر واللي بيتأخر اللي بيزيد اللاعب أنا فاكر أنه كان فيه لعيب في ماشيسة رونيتد اسمه جورج بست في يوم من ما كان مصنف رقم واحد على العالم وكان حاجة زي ميسي كده هذا اللاعب قضي عليه لأنه غير ملتازم وكان بيصهر وكان بيشرب الدوري والاحتراف لم يتحمله بس كده خطر أرجو أن احنا نتماعن فيه ونفكر فيه طيب شاد محمد تكلم معاك كابتن شويرا على حتة ولاد النادي المفروض يعمله طيب لماذا فيه سلبيات في النادي تعمل ايه؟ وانت ابن النادي رد الكابتن شادي فيه وقت فيه سلبيات تقولها لكن الموجة عالية لما أنا روح أساهم على الكلام ده أما أنا مش ابن الأهل ده وجهة نظر لما روح أساهم أما تلاقي الموجة عالية على ناديك حتى لو أنت شايف اللي فيه غلط فيه توقيت قول النقد بتاعك زي ما أنت عايزه فيه توقيت أنا مزيدش على حد ولكن بقول لأنا شايفه ما ينفعش أشارك في ده ما ينفعش أشارك في ده عشان الموجة عالية والكل عارف الموجة عالية وليه؟ والكواليس عالية فالأهل أنت قلت جملة جميلة بقى قبل ما أدخل القوة النعمة مؤسسة كبيرة عريقة محترمة زي مؤسسات الدول فأهدت فيها عشان أنا مختلف مع رئيسة أو أعضاء أو سياسات أو عشان أنا مش موجود دي القوة النعمة اللي فيها الملايين اللي بتاعشاكها فلازم بالراحة شوية وأشيل الحاجة الشخصية بتاعتي لازم موجود في المنصب ما كلنا عايزين ندخل نادي الأقل نتشرب عشان نشتغل ونقول إحنا أدل للنادي بالدهون نعم ونعلم مبادئ النادي الأقل كواستكلم لما تيجي من الكبير المفروض القدوة اللي بنتعلم منه كمان بتبقى صعب القوة النعمة الجملة دي لازم نتوقف أمامها لأن القوة النعمة هي ثروات الدول الحقيقية قبل المعادن والبترول والداب القوة النعمة إن في يوم الأيام السينما تخليك في كل مكان في الوطن العربي وتخليك قريب من قلوب الشعوب العربية السينما والفن والأدب والشعر والموسيقى والغناء القوة النعمة الرياضة ها قوة نعمة العلماء رغم جفاف الكلمة لكنها قوة نعمة إن عندك فلان الفلاني ده اللي خد نوبل اللي مرشح اللي مش عارف إيه القوة النعمة فأنت لابد أنا مندهش عدم الحرص والحفاظ على الكيانات اللي زي النادي الأهلي والزمالك وكل الأندية الشعبية هدي قوتنا النعمة هنيجي لقيمة الأهل العالمية لأنه هتلاقي فيها كلام يسعدكوا جدا ويفخر بيه كل مصري وكل محب للأهلي كواحد من مكونات القوى النعمة المصرية كلام مهم جدا في السياق الحلقة اللي لادي لكن بعد الفاصل موسيقى 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 موسيقى